أيها السادة المشاهدون برنامج صباح الخيري مصر علامة مضيئة في الشاشة المصرية وبعد التطوير واختيار نخبة من المذيعين الأكفاء هم مجموعة من الشباب تحية لهم تحية للشاشة المصرية شاشة صادقة في كلمتها شاشة تحمل أمالة الكلمة شاشة تقدر المسئولية أيضا ميكروفون الإذاعة الذي وصل إلى قلوب عقول الملايين وكان علامة مضيئة في الإعلام المصري تعانق الميكروفون مع الشاشة فأنتج إعلاما متميزا متوازنا صادقا وهذا ما يعنينا في هذه المرحلة تحية إلى مصرنا المعطاء الآن ننتقل إلى مرحلة الحداثة والتطوير في كل نواحي الحياة فتحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقول سفينة النماء والتطوير تحية لكل القائمين على الإعلام المصري تحية لشباب الإعلاميين وأنتم يا شباب الإعلاميين من نعول عليكم كثيرا في إعادة الوعي لدى الشباب إعادة الوعي لدى الشباب إعادة الوعي لدى الشباب لأن الشباب هم مش على الأمة في مرحلتنا القادمة مصر الحضارة مصر القيادة ليس هذا تعصبا لكن قرأوا التاريخ ارجعوا إلى الوراء ارجعوا إلى الوراء نجد مصر من أعظم ما قدمت إلى البشرية في كل نواحي الحياة في الفنون في الآذاب في العلوم يكفينا شرفا أن هذه الأرض الطيبة تحوي بين جنباتها الأظهر الشريف الذي علم الدنيا كلها علوم الإسلام الوسطي ويحمل الآن على عتقه محاربة الغلو محاربة التشدد محاربة التطرف الأظهر يمثل الأمان الفكري للعقلية العالمية وليس لمصر فالأظهر إذا كان جغرافيا في مصر لكنه في قلوب الدنيا كلها